فوزي شابون أراد تحقيق طموحه من خلال دعم الطاقات الشابة في جنوب الوطن هنا بولاية أضرار يشرف على تكوينهم دون مقابل مادي أشتغل كثيرا مع الجنوب قمت بدورات في التمثيل المسرحي في ولاية غردايا أما في أضرار أشرفت على دورات في التقديم والتنشيط الإعلامي والعمل الميداني كوني صحفي المواهف الجنوب مهمشة المواهف الجنوب محتاجة إلى من يرافقها لذلك هناك جزائر جديدة يكون فيها التقدم بالعمل نحن اليوم مطالبون أمام جزائر جديدة أن نعطي إضافة أن نعطي لمسة أن نعطي من جهودنا كل جزائر اليوم مطالب بالخروج إلى الميدان وتقديم إضافته للجزائر دورات في مجال المصرح والإعلام والاتصال ورغم بعض المسافة فهو لا يبخل عليهم بجهده وعلمه نقضي على هذا الخوف كذلك الخوف التحدث أمام الجمهور نقضي عليه والحمد لله كانت دورة نجحة ونجحة جدا شكر موصول لي المدرب سعداني فوزي اكتشفت في الأستاذ أنه شخص لم أصادف مثيل له من قبل خاصة أنه يعني أنه بمثابة المعلم كان لنا بمثابة المعلم والصديق وكذلك الزميل والناصح الذي يعني لا يبخل عن تلاميذه وعن طلبته بأي من المعلومات والمساعدات في أي جانب من الجوانب استفدنا من الأستاذ المدرب من خبرته في الميدان هذه أولا ثاني حاجة استفدنا من شخصيته يبقى مثل هؤلاء الشباب مثال يحتذى به في تخطي الصعاب وتجاوز العقبات وحب الخير للآخرين من خلال نقل المعارف والتجارب المختلفة ترجمة نانسي قنقر